تعاملت فرق الإطفاء في المديرية العامة للدفاع المدني مع حريق اندلع في مستودع بلاستيك في مدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية في سحابة فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق والحيلولة دون انتشاره إلى المناطق المجاورة وبلغت مساحة الحريق الذي أشرف على عملية مكافحته المدير العام للدفاع المدني بلغت 1500 متر مربع واستخدمت في عمليات مكافحة الحريق عشرات الآليات العملياتية المتخصصة بمشاركة عدد كبير من كوادر الإطفاء بالإضافة إلى القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأمن العام وقوات الدرك وأمانة عمان وشركة الكهرباء وتم تشكيل لجنة من الجهات المختصة والأجهزة المعنية للوقوف على أسباب الحريق